بعد غياب سنتين بسبب جائحة كورونا أقامت مجموعة كشافة ومرشدات مطرنية الروم الكاثوليك أم السمق إفطارا خيريا في عمان حضره الأرشمدريت بسام شحتيت النائب الأسقف في العام لمطرنية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن والدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية يونورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وممثلوا الشبيبة والأخوية من رعية القديس جوارجيوس وكشافة وشبيبة الروم الأرثوذوكس وممثلون من عدة رعاية في المملكة وافتتح الأب شحتيت الفطورة بالصلاة داعين الرب أن يبارك هذا اللقاء ويبارك الحاضرين فيه كما ألقت الدكتورة السمعان كلمة رحبت فيها بالحضور ودعت إلى ضرورة العمل الجماعي والتنصيق المشترك بين شبيبات الكنائس كما قدمت نبذة عن نشطات وفعاليات نورسات ودورها المميز في خدمة الكنيسة والمجتمع وتخلل الفطورة فقرة ترفيهية طربية أتحفت العائلات المشاركة وعموم الحاضرين